الوقت يا حن طبعا فصل الثالث انا هعدي هدخل على طول على الفصل الرابع تحليل التعادل والرفع اتشغلية تحليل التعادل هو عبارة عن تحليل انا بستقدمه فيه التخطيط المستقبلي بجدل العلاقة ما بين الربح والارادات والتكاليف ومنه بطلع بي حاجة اسمها نقطة التعادل حاجة اسمها حجم التعادل بالكمية او التعادل الكمي حاجة اسمها تعادل قيمي اطلع حجم التعادل اللي يحقق لي ربح مستهدف او قيم التعادل بتحقق لي مستهدف اطلع حاجة اسمها هامش الامان اطلع حاجة اسمها نقطة تماثل التكاليف بيهمني طبعا في الاول التعادل معناته ايه ومقطة التعادل بتبين المستوى اللي بتتعادل في الاراضات المبعاة مع كل التكاليف اللي عندي التكاليف عندي اللي هي تكاليف متغيرة والتكاليف سبت ببدأ الاول عشان اشتغل على التعادل بجيب هامش المساهمة عبارة عن العضوات اطرح من التكاليف المتغيرة طب للوحدة ده اللي انا قلته دوت للكل لكن للوحدة الوحدة سعر يبقى الوحدة نوع استكلفة المتغيرة للوحدة. لو هبدأ بحجم التعادل بالوحدات يعني التعادل الكمي عبارة عن بسط التكاليف السبتة مقام هامش المساهمة الوحدة او ممكن اسميه ربح حدي للوحدة. التعادل بالقيمة عبارة عن تكاليف سابتة في الباست على نسبة همش المساهمة في المقام او ممكن بوصله بطريقة اسهل هنشوفها مع التمرين اللي هي هضرب حجم التعادل بالوحدات في سعر البيع واطلع على طوام. اه حجم المبيعات بحقيقة للربح المستهدف باست التكاليف السابتة زائد اه صاف الربح المستهدف اللي احنا عوزين نوصله. اه المقام هيبقى همش المساهمة للوحدة او ربح حدي للوحدة. طب عشان اطلع القيمة هضرب الحجم في سعر بيع اللي انا طلعته ده في سعر بيع الواحدة. نقطة التماثل والتكاليف هنشوفها ان شاء الله. هي النقطة اللي تتماثل عندها او تتساوي عندها التكاليف الاجمالية لكل البدائل. اه بنبدأ نشوف اه التمرين على تحليل التعادل من نقطة التماثل التكاليف عندكم التمرين صفحة مية واربعة عشر. انا حاولت ان انا اجمعهم كلهم مع بعض. بحيس ان انا اعدل التمرين في السياغته. اه 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 دي توفرة بيانات البادلين الف وبيه. كمية المبيعات بالوحدات مخططة ستاشر الف ستاشر الف. سعر بيع الوحدة عشرين جنيه عشرين جنيه. تكلفة المطايرة الوحدة تمانية واثناشر. تكاليف السابقة اه تسعين الف وmart مانه وتلاتين الف. عاوز ايحسب التعادل كمي وقيمي. يعني ايه تعادل كمي؟ ان حجم المبيعات يبحقق التعادل او عدل الوحدات اللي بتحقق التعادل اللي عندها لا تكسب الشركة ولا تغسر. القيم يعني ايه? قيمة المبعات اللي بتحقق التعادل. او زي يحسب كمان حجم قيمة المبعات بحقق ربح المستهدى في قدر خمسين الف جنيه. او عزي يحسب معنى ده الهامش الامان للبدلين ونقطة التماسل للتكاليف. ونقطة التماسل للتكاليف قلنا عليها في البداية النقطة اللي بتتساوي عليها تكاليف الايه? البدائل. هنبدأ باول حاجة اه هامش الربح او هامش المساهمة او ربح الحدي اه للوحدة الوحدة عبارة عن سعر البيع ناقص تكلفة المتغيرة للوحدة الوحدة يعني عشرين ناقص ثمانية هيديني اتناشر في البديل الاولاني في البديل التاني عشرين ناقص اتناشر هيديني تماني. حد اجيب حجم التعادل. حجم التعادل عبارة عن التكاليف السبتة اللي هي تسعين الف على ربح الحدي للوحدة الوحدة اللي هو اتناشر ديني سبعة تلاف وخمسمائة واحدة. هاجيب اه التعادل القيمي او قيمة المبعات البحق التعادل همسك السبع تلاف وخمسمائة هضربها في العشرين جنيه سعر بيع الوحدة الوحدة البديل الالف يديني مية وخمسين ألم عاوس حجم وقيمة المبعات البحق الربح المستهدف هبدأ أجيب الحجم الأول هحط في البسط تسعين ألف اللي هي التكاليف السافتة للبديل الأولاني هجم عليه الربح المستهدف وقسمه على الربح الحدي للوحدة الوحدة يديني حداشر الف ستمية سبعة وستين يبقى عندي حداشر الف ستمية سبعة وستين لما نبيعهم وحدة هيجيلي ربح قدره خمسين ألف طب ايه قيمة بقى مبعات بقى بكم جنيه أبيعهم عشان يتحقق لي ربح دوت هضرب الحداشر الف ستمية سبعة وستين في عشرين يديني 233 ألف تلتمية واربعين طب أجيبهم آخر حاجة معادل هامش الأمان عبارة عن مبعات المخططة ناقص مبعات التعادل على المبعات المخططة مبعات المخططة عن ستاشر ألف ناقص مبعات التعادل في البديل ده سبعة تلاف وخمسمية عضربها في مية الديني تلاتة وخمسين وواحد من عشر في المية ده البديل ألف زي ما عملت في البديل ألف أعمل بديل به هجيب حجم التعادل هتلاقي لي أربعة تلاف ستمية وخمسين هجيب التعادل بالقيمة هيطلع لي خمسة وتسعين ألف هجيب حجم المبعات بحقق ربح المستهدى في الديني 11 ألف وحدة هجيب حجم المبعات بحقق ربح المستهدى في الديني 120 ألف وحدة هجيب معدل هامش الأمان هي الديني سبعين وثلاتة من عشر في المية وواضح إن هامش الأمان بديل به أفضل آخر حاجة بقى بجيب نقطة تماثل التكاليف نقطة تماثل التكاليف عندي اللي هي عندها بتعادل التكاليف الكلية للبدائل أنا الحجم اللي بتعادل عنده التكاليف كلية للبدائل هو مجهول عندي هديه سين أو سين وهحط عندي معدلة التكاليف الكلية التكاليف الكلية عبارة عن تكاليف سبتة زائد التكاليف المتغيرة تكاليف السبتة البديل الأولين 90 ألف زائد التكاليف المتغيرة عبارة عن نصيب الوحدة الوحدة من التكاليف المتغيرة في عدد الوحدات عدد الوحدات مجهول عندي الوحدة الوحدة عندي بالنسبة للتكاليف المتغيرة 8 في البديل الأولاني البديل الثاني 12 وتكاليف السبتة 38 تلاتين. آآ آح. طبعا انا هجي بالسينات في طرف. آآ والجنيهات في طرف تاني. ولما آآ. حاجة من طرف لطرف بنئلة باشارة سالب. يبقى عندي آآ اتناشر سين ناقص ثمانية سين. آآ هتساوي تسعين الف ناقص ثمانية وتلاتين الف. ازاً اربعة سين هتساوي اتنين وخمسين الف. ازاً سين هتساوي تلتاشر الف وحد. يبقى نقطة التماس والتكاليف هنا تلتاشر الف وحد. يعني مستوى النشاط. عندي 13 ألف ووحدة مستوى نشاط ده حتى تساوى التكاليف البداية عاوزين نتأكد من الموضوع ده عندي هنا التكاليف الكلية البديل الأولاني 90 ألف تكاليف سبتة زائد 8 التكاليف المتغيرة للوحدة الوحدة في عدد الوحدات اللي أنا طلعتها 13 ألف ها تديني إجمال التكاليف 194 ألف البديل الثاني عندي التكاليف السبتة زائد تكاليف المتغيرة للوحدة الوحدة في البديل بـ 12 اضربها في عدد الوحدات اللي هي 13000 اللي هو مستوى النشاط اللي انا طلعته يديني 194 سنة اذا فعلا عندي 13000 وحدة تتساوى التكاليف الكلية للبديل الاولاني والبديل التاني كده يكون انتهينا من الفصل الرابع